السلام عليكم مرحبا بكم أعزائي في الجزء الثاني من درس الدالة التآلفية والذي يهم كلاميذ وتلميذات السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي إذن في هذا الجزء الثاني سنتعرف على القدرات المنتظرة أولا تحديد عدد صورته معلومة من خلال التمثيل المبياني لدالة تآلفية ثانيا تحديد صيغة دالة تآلفية ثالثا حالة خاصة الدالة التابتة إذن تحديد عدد صورته معلومة من خلال التمثيل المبياني لدالة تآلفية مثال في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم OEJ المستقيم D تمثيل مبياني للدالة التآلفية J كما تلاحظون الشكل جانبه لنحدد مبيانيا العدد الذي صورته بالدالة J هي أربعة كما تلاحظون على محور الأراتيب الأرتوب أربعة إذن ننشئ المستقيم المار من الأرتوب أربعة بخطوط متقطعة والعمود على محور الأراتيب يقطع المستقيم D في نقطة نقوم بإنشاء الإسقاط العمودي لهذه النقطة على محور الأفاصيل فنحصل على الأفصول إثنان العدد الذي صورته أربعة بالدالة J هو إثنان أي J لإثنان تساوي أربعة وبنفس الطريقة لنحدد مبيانيا العدد الذي صورته ناقص إثنان بالدالة J نحدد الأرتوب ناقص إثنان ثم ننشئ المستقيم العمودي على محور الأراتيب في الأرتوب ناقص إثنان بخطوط متقطعة يقطع المستقيم D في نقطة ثم نقوم بإنشاء الإسقاط العمودي لهذه النقطة على محور الأفاصيل فنحصل على الأفصول ناقص أربعة العدد الذي صورته ناقص إثنان بالدالة J هو ناقص أربعة أي J لناقص أربعة تساوي ناقص إثنان سادساً تحديد صيغة دالة تآلفية أولاً تحديد صيغة دالة تآلفية انطراقاً من عددين وصورتيهما لتكون F دالة ألفية X1 وX2 وصورتاهما F لX1 وF لX2 أعداد حقيقية معلومة بحيث X1 يخالف X2 حسب خاصية تحديد معامل دالة تآلفية كما سبق وتعرفنا على ذلك في الجزء الأول فإن المعامل الدالة A يساوي F لX1 ناقص F لX2 على X1 ناقص X2 الأرتب B عند الأصل هو B يساوي F لX1 ناقص A X1 أو يمكننا استعمال F لX2 ناقص A في X2 إذن صيغة الدالة التآلفية هي F لX تساوي A X زائد B ثانيا تطبيق لتكون F دالة تآلفية بحيث F ل4 تساوي ناقص 1 وF ل8 تساوي 7 حدد صيغة الدالة F لدينا حسب خاصية تحديد معامل دالة تآلفية A تساوي F لX1 ناقص F لX2 على X1 ناقص X2 يعني نعوض X1 ب8 وF لX1 ب7 وهكذا نحصل على F ل8 ناقص F ل4 على 8 ناقص 4 F ل8 تساوي 7 وF ل4 تساوي ناقص 1 نحصل على 7 ناقص ناقص 1 على 8 ناقص 4 تساوي 8 على 4 تساوي 2 إذن المعامل الدالة التآلفية F هو 2 الأرتب عند الأصل هو B يساوي F لX1 ناقص A X1 صفة عامة وجدنا أن A يساوي 2 إذن نعوض بF ل8 ونحصل على F ل8 ناقص 2 في 8 تساوي 7 ناقص 16 بتعويض F ل8 بقيمتها تساوي ناقص 9 إذن صيغة الدالة التآلفية هي F لX تساوي 2 X ناقص 9 ثالثا تحديد صيغة دالة تآلفية انطلاقا من تمثيلها المبياني في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم OIG المستقيم D تمثيل المبياني للدالة التآلفية F الشكل جانبه أوضح لنحدد مبيانيا عددين وصورتهما نأخذ نقطتين من المستقيم D يسهل علينا تحديد أفصول والأرتب فالأفصول ثلاثة ننشئ المستقيم بخطوط متقطعة العمودي على محور الأفاصيل يقطع D في نقطة نقوم بإسقاطها عموديا على محور الأراتب فصورة العدد ثلاثة بالدالة F هي ناقص واحد صورة العدد ثلاثة بالدالة F يناقص واحد إذن F لثلاثة تساوي ناقص واحد وبنفس الطريقة الأفصول ناقص إثنان صورته بالدالة F ننشئ المستقيم العمودي على محور الأفاصيل في النقطة في الأفصول ناقص إثنان يقطع المستقيم D في نقطة نقوم بإسقاطها عموديا على محور الأراتب ونحصل على الأرتب إثنان صورة العدد ناقص إثنان بالدالة F هي إثنان إذن F لناقص إثنان تساوي إثنان وهكذا نكون قد حددنا عددين وصورتيهما انطلاقا من التمثيل المبياني للدالة F والذي هو المستقيم الد لنحدد صيغة الدالة التالفية F نحافظ على نفس الشكل معامل الدالة F هو باستعمال المعطيات التي تحصلنا عليها F لناقص إثنان تساوي إثنان وF لثلاثة تساوي ناقص واحد فالمعامل الدالة F A يساوي F لثلاثة ناقص F لناقص إثنان على ثلاثة ناقص ناقص إثنان نعوض F لثلاثة بالعدد ناقص واحد وF لناقص إثنان بالعدد إثنان فنحصل على ناقص واحد ناقص إثنان ناقص على ثلاثة ناقص ناقص سعطينا زائد ثلاثة زائد إثنان ثم نبسط الحساب فنحصل على ناقص ثلاثة على خمسة الأرطب عند الأصل هو B يساوي F لثلاثة ناقص ناقص ثلاثة على خمسة في ثلاثة يساوي ناقص واحد ناقص ناقص تسعة على خمسة ناقص واحد زائد تسعة على خمسة بعملية حسابية بسيطة نوحد المقام فنحصل على ناقص خمسة زائد تسعة على خمسة تساوي أربعة على خمسة هكذا نكون قد تحصلنا على معامل الدالة F والذي هو ناقص ثلاثة على خمسة والأرطب عند الأصل الذي هو أربعة على خمسة وبالتالي صيغة الدالة التآلفية هي F لإكس تساوي ناقص ثلاثة على خمسة X ناقص أربعة على خمسة الشكل جانبه يوضح صيغة الدالة التي استخرجناها من التمتين المبياني لهذه الدالة رابعاً حالة خاصة الدالة التابعة إذا كان معامل الدالة التآلفية F منعدماً يعني A يساوي 0 وب عدد حقيقي معلوم فإن F تسمى دالة تابعة وتكتب على الشكل F لإكس تساوي B أو F العلاقة التي تربط كل عدد حقيقي X ب B الشكل أسفله يوضح المستقيم الذي يمر من الأرتوب B من النقطة B على محور الأراتب والموازل محور الأفاصيل والذي هو تمتيل مبياني لدالة تابعة F لإكس تساوي B إذن التمتيل المبياني لدالة تابعة هو مستقيم موازل محور الأفاصيل وإذا أخذنا جميع النقط من محور الأفاصيل فصورها بهذه الدالة تساوي B مثال F لناقص ثلاثة تساوي F لإحدى عشر تساوي B هكذا نكون قد أنهينا الجزء التاني من درس الدالة التآلفية للسنة التالتة من التعليم التناوي الإعدادي السلام عليكم تساوي 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 تساوي